نزوى وما أدراك ما نزوى وما أعلى مفاخرها لدى الأجوادي لو رمت وصف مقامها لما استطاعت قد يجف من اليراعي مدادي شكرا إذن لزملاء طاقم العمل هناك المصور وليد العامري ووائل العوفي وسعيد الهادي بالإضافة أيضا إلى المهندسين منذ الرلواتي والمهندس جرياس سليم وأيضا المهندس أحمد المقبال لهم جميعا كل التحية نقلوا لنا وسينقلون أيضا انتباعا من خلال حلقة اليوم لقطات ومشاهد حية ومباشرة من محافظة الداخلية وتحديدا من ولاية نزوى الآن ننتقل بكم إلى الموضوع القادم من خلال برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم مشاهدين الكرام وحديث شائق وما تعفيذات الوقت سيكون عن الطيور الجارحة وأهميتها على البيئة سنركز بمشيئة الله تعالى عن أنواع الطيور الموجودة في السلطنة وأهمية أيضا وجودها حقيقة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة التفاصيل وغيرها بوجود دكتور حمد بن محمد الغيلاني خبير بيئي ومدير التوعية بجمعية البيئة العمانية مرحبا بك سهلا دكتور وحنا سعيدا جدا بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح صباح خير تشرف وجودي معكم صباح الخير لكل جميع الأخوة المشاهدين مرحبا بك سهلا وحنا أسعدك بوجودك اليوم معنا في قهوتنا وحديث عن الطيور الجارحة قبل لا نتوقل في عمق هذا الموضوع ونتعرف على كل التفاصيل فيه جميل أن نعرق للمشاهدين الكرام كنوب ذات علمية تفسيرية تعريفية أيضا في ذات الوقت عن الطيور الجارحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحنا فعلى الله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام طبعا الطيور تقسم لعدة تقسيمات رئيسية والتقسيمات هذه طبعا يعتمد على أشكال الطيور وأحجامها وأيضا طريقة تغذية أيضا فالطيور الجارحة بشكل عام في العالم تقريبا 300 نوع 300 نوع على مستوى العالم على مستوى العالم يعني أنواع كثيرة طبعا موجودة وأحجام أيضا مختلفة والتقسم حسب حجم الطيور هذه وأشكالها أيضا إلى عدة تصنيفات داخل الطيور هذه المجموعة الموجودة في السلطنة تقريبا على الأقل 50 نوع من الطيور الجوارح في سلطنة أمان أنا سمعت دكتور وقرأت في ذات الوقت أيضا أن الطيور الجارحة أنثى الطيور الجارحة ربما تكون أكبر من الذكر بثلاث ضعاف تقرير ثلاث مرات وبالضافة إلى أنها أكثر عدوانية هل هذه المعلومة صحيحة دكتور؟ والله إلا في الحجم عادة ما يكون في حجم كبير فرق في الحجم يكون الحجم قريب من بعضه و أيضا تبادل الأدوار عادة يعني أو يختلف ربما من نوع إلى آخر قد يكون يختلف ممكن يكون يختلف لكن عادة في الأحجام لا تكون فروق كبيرة لكن طبعا يختلف عادة في الأشكال يعني مثلا عادة في معظم الطيور الذكر هو اللي يكون فيه ألوان أكثر يعني متميز بالنسبة للطيور بالذات يعني الألوان الأكثر تكون في الذكر يعني ممكن حتى لما يكون النوع معين من الطيور ممكن لون سادة الأنثى بينما الطيور الملونة أكثر عادة تكون للذكور يعني فيه سهولة في تمييزها فيه ممكن طبعا التمييز بين الطيور بأدة أشكال حتى في موسم يعني حتى يختلف الطير من موسم إلى موسم مثلا أدنى بالنسبة للجوارح مثلا الرخم المصرية الرخم المصرية لما تكون في حجم معين يكون الهلون معين لما تكون أكبر يعني تكون حجمها يختلف يعني ممكن تمييز من اللون هذه مثلا أمرها سنتين هذه أمرها أربع سنوات وهكذا وطبعا الذكر والأنثى الألوانة ممتاز أيضا مختلفة وهكذا حتى في المواسم معينة ممكن تمييزين هذا اللون مثلا في الشتاء هذا مثلا كسوة الشتاء للطائر وهذه كسوة الصيف وهكذا ما هي خصائص الطيور الجارحة؟ ما الذي يميزها عن باقي الطيور الأخرى؟ طبعا عادة التغذى يعني باستخدام مخالب وأيضا المنقار يكون فيها قوي وأحجام عادة تكون كبيرة طبعا هذه التصنيفات للقوارح حسب الحجم أول شيء تبدأ النسور ممتاز طبعا بعدين المرزات والشواهين والصقور وفيه أيضا الحداء والحوامات اللي هن أصغر حجما لكن يتميزا بنفس القوة وبنفس طريقة التغذية هذه بشكل عام عالم ستولي عالم دكتور نحن نركز على مثلا اللي في عمان أبرز الأنواع الموجودة عندنا اللي في عمان نحن عدنا الأنواع الموجودة في عمان عدنا النسور النسور طبعا النسور عدة أنواع منهم هذه مجموعة اسمها النسور المجموعة اللي هي أكبر حجما والنسور عدة أنواع منه النسر الأوذن هذا النسر الأوذن فيه نوعين موجودين في أمان النسر الأوذن نفسه طائر كبير جدا من أكبر الطيور على مستوى الوطن العربي موجود في أمان و موجود أيضا في بعض الدول الأخرى فيه النسر أيضا النسر الذي هو النسر الذهب يسمى في أمريكا هذا أكبر أنواع القوارح على الإطلاق بعد النسور تقيل العقبان العقبان أيضا النسور نفسه أكثر من النوع الموجود في أمان النسر الأوذن نوعين عندك الرخم المصرية أيضا من الأنواع النادرة أيضا اللي تمت فيها عدة دراسات على أساس معرفة أنواحها حتى القوارح نفسها بعضها مهاجر وبعضها مقيم وبعضها في نفس الوقت مجموعات يعني مثلا درسنا عن القوارح بالنسبة للنسور الرخم المصرية فوجدنا أن هذه طبعا عن طريق تركيبك والأقمار الصناعية أن تتبع حجراتها داخل السلطنة وخارجها فوجدنا أن هذا النوع في مجموعة منها تستغر طول السنة في أمان في بعضها لا ممكن يهاجر مثلا يروح للشمال الطيور الأمانية معظمها مهاجرة يعني 70 إلى 80% من الطيور الأمانية طيور مهاجرة وأمان من أهم مواقع حجرة الطيور على مستوى الشرق الأوسط ليش؟ لأنه في أمان هي أمان على الطريق أولا الطيور دائما تقوم من الشمال طبعا لما يكون القوحار مع نحن في الصيف هي تروح في الشمال في أوروبا وكذا وأماكن باردة بعدين لما يقيم وسم الشتاء يكون بارد في المناطق المرتفعة تنزل من الشمال وتقيم معنى لما تقيم معنى طبعا تمر على إيران وتدخل داخل الخليج على أساس تمر بشرق أفريقيا فالمحطة الرئيسية التي على طريق خاصة طريق البحري وأقرب مكان أمان أيضا في ميزة أخرى لأمان اللي هي؟ عندك مثلا بر الحكمان هذا بر الحكمان منطقة واسعة جدا كبيرة وفيها غذاء كثير للطيور يعني في بر الحكمان لما يكون فيه جزر طبعا معظم هالطيور التي تمر على أمان طيور قريبة من الساحل تسمى المجموعة البحرية يعني طيور بحرية أيوه فلما تمر على بر الحكمان بر الحكمان يكون فيه جزر كبير ثلاثة كيل واربعة كيل عشر ففي القزر في وقت القزر والمد يعني يكون فيه غذاء كثير بين الصخور بين الرمال فاتغذي عليه هذه العداد الهائلة جدا من الطيور لأن الطيور لما تمر بعشرات الألاف أو مئات الألاف فتحتاج غذاء كثير فلما تمر يعني في موسم المرور الهيلة لأفريقيا تجد غذاء كثير موجود في بر الحكمان فتكون في هذه المناطق بر الحكمان عد مصير والطريق الساحلي بدأ بدءا من المسندة من حظ ظفار دائما نكتر هناك مصطلحة دائما نسمعها ومفاهيم أيضا تتردد في الألسون الطيور المهاجرة وأنت ذكرتها في معبر كلامك عندك الطيور الموسمية الطيور المستوطنة مثلا أعجلك نعم جميلة نفرق أيضا ونعرف المشاهدين الكرام عن كل هذه المستقبلة نعم العدد الطيور بشكل عام في أمان 530 نوع 530 نوع في أمان 430 نوع منها الطيور العام بشكل عام بشكل عام في أمان الطيور كلها جوارح وغيرها الجوارح نقلنا 50 نوع لكن الطيور بشكل عام في أمان 530 430 منها مهاجر يعني 70 إلى 80 في المائة من الطيور الأمانية هي طيور مهاجرة فهي طبعا التوزيع ممكن يكون توزيع على مهاجر أو مستقر هذا نوع من التوزيع فيه توزيع أيضا على المكان الذي تعيش فيه هذا الطيور فيه طيور بحرية التي تكون موجودة على البحر على الساحل فيه جوارح وطبعا عادة تعيش في قمم القبال وهذه الجوارح أيضا مجموعات فيه مجموعة من الجوارح تتغذى مثلا على الأسماك مثلا العقاب النساري نوع موجود على طول السواحل الأمانية يتغذى على السمك معروف وفيه عندك مثلا الرخمة الطيور الكبيرة هذه الطيور الكبيرة مثل الرخمة و مثل النصر الأوذن هذه تتغذى على القيف و في الأماكن يعني طبعا في المرادة و غيرها فهذه وظيفتها الله سبحانه وتعالى سخرها أن تكون تعمل لتنظيف البيئة من الملوثات يعني دورها هذه كل النسور ما ممكن تتغذى شيء عادي لا الله سبحانه وتعالى سخرها أن تنظف البيئة فدورها ينهي التغذى يعني الرخمة المصرية النصر الأوذن و غيرها أي قيف أي أشياء يعني يكون موجود حتى أسماك ميتة أو أي شيء موجود على الشواطئ هي تغذى عليه على أساس تنظف البيئة وبعدين أيضا أتها إمكانية و قدرة فما عادتها ممكن تتحمل لأن أي كائن آخر ما ممكن يتحمل هذه الأشياء ممكن يموت عليه لكن هي عادتها قدرة في المعدة أن تأخذ الأشياء هذه و تقدر تحللها و تعيش فهذه النوع إذا دور جليل و تقديم خدمة بالمجان للبيئة نعم هذه تعمل في وزارة البلديات يعني دورها كذلك و في أنواع أخرى أيضا طيور الذي يسمونها طيور المزارع موجودة في المزارع فقط في طيور أيضا موجودة في الصحراء تمر على فترات معينة و هي مهاجرة تمر على الربع الخالي في مواقع معينة من عمان و هي في طريقها إلى أفريقيا أيضا في مجموحتين من الطيور توزع مجموعة يسموها المجموعة الأفريقية اللي هي طيور الضفار عادة طيور القنوب و الضفار تهاجر إلى أفريقيا معظمها يعني طبعا مشكلة تهاجر إلى الضفار أقرب لها يعني فتسمى المجموعة الأفريقية لأنها قد تصل إلى الضفار و ترجع مرة أخرى إلى أفريقيا يبدون أن تهاجر إلى الشمال الطيور الآسيوية عادة تكون موجودة في الشمال المعنى في المناطق مثل مسندم وغيرها وهذه الطيور عادة تهاجر إلى أوروبا تهاجر إلى روسيا تهاجر إلى الصين وهكذا الهجرات هذه أيضا حتى الطيور ممكن تهاجر بطريق مباشر يعني مثلا ممكن الطير يهاجر من أمان إلى أستراليا خط واحد لكن هذه الطيور دون توقف إذا كانت طيور بحرية في بعض الطيور البحرية ممكن تهاجر لكن ممكن تنزل على الماء لأن جسمها مؤهل يعني بحيث إنها ما تغرق في الماء تأخذ محطات استراحة من فترة أخرى في طيور لو نزلت في الماء في البحر تغرق سبحانه فتعمل خط واحد مباشر عشر أيام تغريبا بدون توقف من عمان إلى أستراليا تغريبا عشرة ألاف كيلو تقطع تهاجر مباشر بدون أن تغفل لأنها وقفة في الماء لتخليهين كذا سبحانه الله نعم هي مؤهلة إنها تكون كذا وطبعا كل طيور لسلوك مختلفة بالضبط الدكتور هنا أسوأ يعني الخاطر الناس لك فيه وربما عندي فضول والمشاهدين كذلك كيف تتم دراسة هذه الأنواع بمختلف أشكالها وأنواعها وكيف تتم مراقبتها على وجه الخصوص هو طبعا إحنا عدنا في أمان في أنواع بدأت التعرض للانقراض يعني عدادها بدأت تتقلوم بينها بعض النسور يعني مثلا يعني الرخم المصري فأحنا يعني نراقب هذه الأنواع عن طريق تركيب أجهزة الأجهزة هذه عن طريق الأغمار الصناعية ممكن تجيب لنا رسائل كل ساعة عن طريق الهاتف توصلك رسالة كل ساعي إن الطائر وين موجود فأحنا مثلا لو فقدنا هذا الجهاز أو توقف الجهاز عد موقع معين سواء داخل أمان أو خارجه ممكن نروح مثلا إذا كان مكان قريب ممكن نروح نشاهد الطائر في المكان هذا هل أسباب يعني توقفها هل ممكن بعض الأوقات ممكن حتى كهرباء ممكن يتأثر عليه ويموت فأحنا نشوف أسباب نفوق هذا الطائر عن طريق الأجهزة لكن دكتور نحن لا نتكلم عن طير وطيرين طيور بأعداد عائلة نعم كيف يتم تركيب كل هذه الأجهزة فيها لهو طبعا نحن ناخذ عينات من أنواع معينة على أساس راقب لأنه يتروح في سرب قصدك نعم طبعا في طيور لما نريد مثلا ندرس طيور بحجامة كبيرة مثلا نريد ندرس طيور في بر الحكمان أعداد كبيرة جدا عشرات الألاف بضبط فهذه طبعا الناس يروحوا يجلسوا في الموقع هناك بر الحكمان ويعدوا الطيور عدتهم أجهزة معينة يعدوا بطريقة معينة في موقع معين في مساحة معينة يشوفوا عدد الطيور كل سنة بحيث يشوفوا هل العدد في مساحة معينة قل أو زاد نفس الطيور هذه التي تجيبها في نفس الموقع ممكن يأخذوا منها عينات ويركبوا لها أيضا بعض الأجهزة أليس سيضا يتعرفوا على هجرات أيضا في طيور يعني تكون موجودة في جزر معينة مثلا جزر الحلانيات فيها أنواع معينة من الطيور جزر قريبة من جزيرة مصيرة جزر مسندم حتى في جزيرة سمها جزيرة الطير وهكذا وأيضا في جزر الحلانيات ففي أنواع من الطيور تنزل في موقع معين وأيضا مثلا أنواع من الجوارح مثل الصقرة الأسحام أو الأتهم الموجود في الديمانيات هذا فقط هو في هجرته ينزل إلى الديمانيات وجزر معينة مواقع معينة يواصل هجرته إلى مدى قشقر طبعا هذا يركبوا لأجهزة على أساس يتابعوا من أول وصوله إلى الديمانيات من شكل سنوي دكتور يزور أداة الموقع نفس المكان ينزل فيه طبعا طبعا الطيور هي تنزل في نفس الموقع بالضبط يعني مثلا إذا كان عندك الصقرة الأسحام له مواقع معينة جزر جزيرة الفلي يعني جزر الديمانيات وسواحل محدودة جدا هذه خاصية موجودة في الطيور كيف تفسرها علميا دكتور والله هم أتهم قدرات معينة وبعضين أيضا حسب الموسم يعني مثلا طيور معينة الطيور مثلا تريد تهاجر الموقع بعيد مثلا تريد تهاجر إلى سيبيريا هذه الطيور التي تريد تهاجر إلى سيبيريا تكون موجودة في أمان يعني أطول فترة ممكن تكون موجودة في أمان ليش؟ لأن الموقع اللي رايحة فيه بارد جدا فما يكون دافئ إلا في فترات قليلة جدا فتروح مثلا شهرين ثلاثة شهر فيه طيور تجلس ستة أشهر في أمان لأن الموقع اللي بتروح لمثلا إيران أو شي قريب ولقوا فيه معتدل مثلا فترة ستة أشهر وهكذا سبحانك ربي مهجب خلقك نعم فيه طيور معينة تنزل مزارع معينة يعني مثلا مواقع معينة مثلا في سهل الباطن أو غيره يعني معروف أنواع معينة تنزل في مواقع معينة فيه طيور مثلا إذا نزلت مثلا في قرب الصحراء الربع الخالي فمثلا موقع معين في ثمريت أو يعني المناطق القريبة من الصحراء مثلا في مضي منطقة سمهم مضي هذه ممكن طائر معين أو طائرين ممكن أن تشاهده في هذا الموقع فالناس اللي مهتمين بالطيور خاصة لمثلا مصوري الطيور وغيرهم يعرفوا مواقع معينة الطائر معين ممكن يشاهدوه في موسم معينة سبوع سبوعين من السنة ممكن يجيب في هذا المكان كسؤال أخير وعلى عجالة دكتور الأخطار والتحديات التي تواجه الطيور الجارحة في عمان طبعا الطيور الأخطار اللي ممكن يتواجهها ممكن يكون المواقع بالذات يعني مواقع الطيور لمعروفة خاصة سواء كانت قبلية أو مواقع قريبة من السواحل أو جزر معينة فهي عادة تعشش في موسم معين فترة معينة تعشش فيه فلو تعرض الموغع نفسه للأخطار ممكن يأثر على هذا الطائر ويكون ما يعود إلى نفس المكان وغيره أيضا من ضمن الأخطار ممكن التلوث ويجد أن كثير من الطيور على الأقل من الطيور البحرية مئة ألف طائر سنويا يموت من الطيور البحرية أو أكثر بسبب البلاستيك مواد البلاستيك والملوثات وهذه أيضا التلوث اللي سواء على الشاطع أو مواقع أخرى ممكن يأثر على هذه الطيور شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح شكرا لكل هذه الإضاحات وعلى كل هذه المعلومات حقيقة المنثرية أيضا اللي قدمتها لي وللمشاهدة الكريم كذلك الدكتور حمد بن محمد الغيلاني خبير بيئي ومدير التوعية بجمعية البية العمانية شكرا من الأعماق شكرا للمشاهدة الكرام بعد هذا الحوار الشايق والمتاع مع الدكتور نحن نواصل معكم المشوار في قهوة الصباح ونستكمله ولكن بعد هذا الفاصل فقلوكم معنا